فيما يخص إدارة المنتخبات أعلن اليوم أنه تم إنهاء العقد المبرم مع الأستاذ محمد الشهري مع إدارة شؤون المنتخبات والتي طلب الأستاذ محمد الشهري منذ بدايته في شهر مايو والماضي أن يكون متعاوناً مع إدارة المنتخبات حتى نهاية عام 2011 فقط وذلك لمساعدة إدارة المنتخبات لتأسيس قسم التخطيط الإعلامي وتدريب كوادريه من ثم التفرق لعماله الخاصة أنا أقرأ الخبر الذي نشر اليوم على موقع الاتحاد السعودي وقد أضاف محمد الشهري الكثير لإدارة المنتخبات خلال الفترة القصيرة التي قاد خلالها النشاط الإعلامي في الإدارة حيث بدأ قسم التخطيط العامي بعدها بالعمل بشكل نشاط وروتيني بفضل الله ثم بفضل خبراته التي أضفاها على كوادر القسم إدارة المنتخبات تقوم بدورها تقوم بشكر الأستاذ محمد الشهري أسأل محمد القداد أولا هل بدأ لك واضحا عمل سيد محمد الشهري خلال الفترة الماضية هناك كانت بعض الانتقادات أنها في إدارة المنتخبات في مناصف فضفاضة يعني ما أحد يعرف وشتقهم بمدير إدارة قسم التخطيط الإعلامي هل بدأ لك واضحا وبدأ قاسيين والله أسوف أول حاجة لابد أن نواجه الشكر للأخ العزيز الأستاذ محمد الشهري على الفترة التي قضاها نعم اثنين حقيقة أنا سمعت قبل أيام الأستاذ المسحل أنه فترة العقد التي كانت بين الأستاذ محمد الشهري وإدارة المنتخبات تم تجاوزها تحت ضرف الحاحي من إدارة المنتخبات بأن يظل الأستاذ الشهري حتى هذا اليوم على سبيل حتى تم الإعلان هذا اليوم على اعتبار أنه الأستاذ محمد طلب منذ فترة إعفاؤه للتزاماته الكثيرة وإنشغالاته فيما يتعلق بسؤالك في البداية كأنه كانت إدارة المنتخبات تريد أن يكون لها إدارة مستقلة ولها جهاز إعلامي مستقل ولها صوتها الذي يترجم أهدافها بشكل مباشر يبدو أنه حصل هناك شيء من التعارض أو شيء من عدم القبول لا نريد أن نستخدم ألفاظ أخرى قد تكون غير مناسبة فمن هنا رؤي أن يتم إسناد أي بيانات تخرج عن إدارة المنتخبات إلى إدارة الإعلام والإحصاء يبدو أن أدوار الأستاذ محمد الشهري كانت مختلفة عن ما يتوقع الآخرين أنه هو الذي يظهر يصرح أو يتكلم أو أنه هو الصوت الإعلامي فقط هناك مهام حقيقية داخلية غير مسألة الظهور الإعلامي الظهور الإعلامي هذه زي ما تقول على البيعة ليست هي الأدوار الأساسية التي كان لابد أن يؤديها بس تعتقد أن كان في أدوار حقيقية يدور فيها والله المفروض لأن الانتقادات التي كانت واضحة منصب بدون عمل هو أرى أن الانتقادات ليس على هذا الموضوع فقط الانتقادات كثيرة ومتعددة لأنتكلم في هذا الذات محمد لابد أن الأساد المسحل كان يدرك بالضبط الدور الذي كان يريده الأساد الشهري ولابد أن الأساد الشهري طبعا من المؤكد أن يقدم ما يحتاجه المسحل وسمعنا إشادته في أحد البرامج هنا في هذه القناة قبل يومين أو أقل من أسبوع أشاد إشادة الحقيقة كبيرة ورائعة عجبتني أنا وأرضتني لزميل لي لهو الأساد الشهري أن يقال عنه مثل هذا الكلام صحيح لكن هناك دائما في أي عمل تظهر أمور ما هي في الحسبان ويبدو أن هذا التعارض قد حدث وبالتالي يتخذ هذا القرار لا لا القرار موضوع آخر مختلف هو بس الخلاف اللي صار عند اللبس اللي عند الإعلاميين وعند بعض المتابعين هو في مسألة الظهور الإعلامي الظهور الإعلامي لسل عمد الشهري وهذا هو حقيقة ليس دوره الأساسي دوره الأساسي هو الذي كان يؤديه كتخطيط كبرمجة كوضع استراتيجية ورؤى لإدارة المنتخبات كيف تكون علاقاتها بين المنتخبات التسعة مع لجان اتحاد كرة القدم فمن هنا حصل ظهر مرتين أو ثلاثة في بعض وسائل الإعلام طبيعي كإعلامي لا يمكن أنه يظهر ولا يتحدث مع زملائه هنا حصل اللبس لمن أعيد هيكلة الأدوار الإعلامية من يظهر من يعلن مسألة التضاد اللي بين الإدارتين وشوفنا بالضبط عندما شكلت هذه الوحدة داخل إدارة المنتخبات حصل شيء من التعارض هذا يحصل في أكبر الوزرات وفي أصغرها هذا يمكن ربما اللبس اللي حدث على حسب كلامك والأدوار اللي تعتقد أنها مناطة بهذا القسم يبدو أنها لا تظهر على السطح لا 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 علاقة بالسطح نهائيا هو ظهر أستاذ محمد الشهري مرتين أو ثلاثة كحد أقصى وهنا حصل اللبس عندما اختفى بعد ذلك الوقت لأنه إدارة الإعلام والإحصاء رأت أن يناط فيها مسألة الصوت الواحد رغم أنه أنت لو سألتني أنا سأقول لك أنه إدارة الإعلام والإحصاء يفترض أنها متعلقة بلجان اتحاد كرة القدم واتحاد كرة القدم تحديدا لكن إدارة المنتخبات هي الآن أصبحت إدارة مستقلة بأمانة في ظل عدد المنتخبات الحالية في ظل الدعم اللي قاعدة تلقام الأمير نواف بن فيصل كان ودي حقيقة لو استمروا على ما كانوا عليه حتى لا يحصل هناك تداخل وبالتالي نفقد عنصر مهم طيب زي الأستاذ محمد الشهري أخذ رأي والبركة في الأخوان طبعا حقيقة كانوا متعاونين معه بالتأكيد الأستاذ أحمد صادق دياب والأستاذ أحمد صيبي يعني دون شك هم من الأخوة اللي على أعلى مستوى من الخلق جميل أخذ رأي زكي الصالح والله طبعا أولا اسمح لأخي عادل أن أبارك طبعا لجميع الاتفاقيين ومنسبين نادي الاتفاق إدارة ولاعبين وعضاء شرف وجماهير هنتكلم كثير عن الاتفاق اليوم زكي لا تخاف أرحب بال ورحب طبعا بالمشاهدين والأخ محمد وأنا سعيد بتودي معاكم وما في شك يعني إحنا يعني شفنا تحركات كثيرة من الأخ محمد المسحل في إدارة المنتخبات وعنده أهداف كثيرة وكان يتطرق لتنظيم كثير في الأعمال الإدارية حتى على مستوى الإعلام وأيضا اسم محمد الشهري ما في شك اسم كبير وإعلامي كبير وبصراحة أن يعني اللي أنا لمست من الموضوع خلال متابعة الفترة أن ظروف العملية للأخ محمد الشهري لا تسمح لها بالاستمرارية ما في شك يعني ممكن العمل ممكن تجني ثماره في فترة قريبة يعني ممكن نكون العمل اللي أنت أخطيت عليه أو اتخذت هذه الخطوة تحتاج إلى فترة أن هي تجني هذه الثمار طيب زكي حت جعلك زكي معلش زكي بس ممكن اليوم ننتقل من الأستاذ محمد الشهري إلى نقلة أخرى معلامي آخر الأهم هو التخطيط السليم والاستخدادة طيب زكي معلش إذا سمحت لي لأنه صوتك مش واضح نحتاج إلى تنظيم إعلامي طيب معلش زكي بس يبدو صوتك فيه مشكلة فنية حيرجعون الشهري بس يتصلون فيك مرة ثانية عشان يرجع يوضحوا الصوت أوكي شباب طيب حندخل الآن في المباراة فنين على فالما يدهز لنا الكابتن زكي الصالح ونرجع لها إن شاء الله مرة ثانية بعدين هنا في إضافة فيما يتعلق بالأسلام حمد الشهري حقيقة يعني هو دولي يعني أنا رأيت أنه تلطف منه أنه قبل هذا المنصف البداية بأمانة شديدة لأنه عنده مسؤوليات في المجموعة اللي كان بيعمل فيها وبرامج في بيروت يعني عساهم يلاحقوا بس يعني فهو حقيقة هو من سبق بالاعتذار طيب والأخوة قدروه حقيقة الأستاذ المسح أثنى على الرجل ثناء غير عادي أنا سرني والله كأنه أنا الذي كنت معهم وأنا الذي خرجت عموما نتمنى إن شاء الله التوفيق في جانب